عندما يقرر الشعب أن يثور ضد الظلم وضد منظومة الفساد فقراره مقدس ولا بد أن يلتحق به كل الخيرين ويكونوا فاعلين ومؤثرين ومن يتخلف عن هذه المهمة المقدسة فهو أما جبان أو جزء من منظومة الفساد والسلطة الغاشبة وعندما يقرر الشعب فلا قرار فوقه لأن قرار الشعب يأتي من حاجاته ومن مظلوميته وما يتعرض له من ظلم واضطهاد وصبر فاق حتى الصبر التاريخ يقول حقائق عندما يثور العراقيين فإنهم يتحولون إلى بركان لا يستطيع أحد أن يقف أمامه ويسحق كل الذين يحاولون أن يكون عوائقا في طريقه وشاهدتم وشاهدنا على مدى أكثر من مئة يوم كيف كان الأبطال في صورة رائعة حزت مشاعر القريبين والبعيدين وكانوا ينادون بصوت واحد نريد وطن وتركوا حتى مستقبلهم جامعاتهم مدارسهم لأن البعض اعتقد أن هذا طرفا الإنسان يقدم هذه التضحيات لأنه بحاجة إلى وطن والوطن الذي يحتاجه الشباب والثائرون وأصحاب ثورة تشرين يبدون وطن نزيه يحكمه شرفاء فيه دولة فيه جنسية محترمة فيه جواز محترم لا مكان للفاسدين ولا هذه العنجهية التي تمارس ومنطق القوة الغاشبة الثورة ماضية والثوار يعرفون ورأيتم كلكم اليوم في صور رائعة جميلة كيف طلبت المدارس تحد الجميع بهتاف واحد وبصوت واحد وعبروا وقالوا كلمتهم ولا أحد كان بمستواهم أو بقوتهم أو بعنفوانهم أو بالإيمان لهذا الوطن هذه هي الصورة الحقيقية للعراقيين هذا هو المنبع الأصيل للعراقيين في كل مرة كانت المواجهات مع القوات الأمنية تجدون العراقيين أقويا تواجهونهم بالرصاص يواجهنكم بالعلم هذه المرة اختلفت المواجهة وقدر لها ما قدر أن تكون بهذا المستوى وجاءكم الرد وسيأتي رد بردود أخرى ستذهل الجميع